أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهُ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرًا لِلْعَالَمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أهلاً وسهلاً بكم أيها الإخوة المشاهدون في حلقة جديدة من برنامجكم فبهداه مُقْتَدِه يسرنا في مطلع هذه الحلقة أن نرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله الربيعة أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة أم القرى والمشرف العام على مؤسسة النبأ العظيم بمكة المكرمة حياكم الله فضيلة الشيخ حياكم الله أخ مؤيد وحيا الله لإخوة المشاهدين جميعاً الله حيكم كما يسرنا أن ننوه على وجود رابط للمسابقة يظهر على الشاشة ننتقل الآن أيها الإخوة المشاهدون السماعي للآيات ثم نرجع إليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون أهلا بكم مرة أخرى بعد أن استمعنا إلى الآيات ننتقل الآن مع فضيلة الأستاذ الدكتور محمد بن عبدالله ربيعة للتدارس هذه الآيات ومعرفة ما فيها من دلائل ومعاني حياكم الله فضيلة الشيخ حياكم الله كرمكم الله نحن الآن ما زلنا في سورة لقمان وما زلنا مع وصايا لقمان لابنه فضيلة الشيخ عندما يقرأ القارئ هذه الآيات قد يجد في نفسه تساؤلات من هذه الأسئلة أن لقمان عندما كان يوصي ابنه قال يا ابني لا تشرك بالله وكان يخاطبه مخاطبة ثم لما وصل إلى قوله ووصينا الإنسان بوالديه تتحول الخطاب وكأن الله عز وجل هو الذي يخاطب هذا الابن فقال ووصينا ولم يقل وصى لقمان ابنه طيب الحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله في هذا السياق الذي هو وصية لقمان لابنه أو وصايا لقمان لابنه بعد أن وصى لقمان ابنه بأن لا يشرك بالله جاء بعد ذلك بعد هذه المرتبة مرتبة قضية الوالدي ولكن لأنه والد قال المفسرون قد تولى الله عز وجل أمر الوصية به ليكون آكد وذكر بعض الفسرين لطيفة جميلة وهي أنه لما أن الأب وصى بحق الله لا تشرك بي شيئا فالله تعالى جزاء له وردا لهذا الوصية أن يوصي سبحانه وتعالى بنفسه في حق الوالدين فكانت الوصية من الله لحق الوالدين أبلغ من وصية لقمان لابنه في حق والدين نعم ولماذا طيب يعني بعدما ذكر التوحيد سنى مباشرة برل والدين أنت تجد أنه في القرآن كثيرا ما يعني يجمع بين حق الله وحق الوالدين وَقَذَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنَ أن يشكر لي ولي والديك وعبد الله ولا تشكر بشيء وَبِالْوَالِدَيْنَ فهذا يبين لك أن أعظم مخلوق بعد حق الله تعالى وحق رسوله حق الوالدين لأنهما سبب وجودك وسبب تربيتك فالله تعالى وضع لهم الحق الأول بعد حق الله ورسوله جميل كذلك في قوله تعالى حملته أمه وهنا على وهم لماذا خص الوهن في هذا الذكر هنا ومن مقصود به أولا خص الأم نعم هو خص الأم بوهنها قال حملته أمه فلماذا ذكر الأم ولم يذكر الأب مع أن الوصية قد تكون من لقمان يعني على خلاف الفسرين هل الوصية من لقمان أو الوصية من الله ذكر حق الأم أولا فيه دلالات الأول أن الله تعالى يؤكد أن حق الأم أعظم من حق الأب وقد بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حينما سأله أحد الصحابة أي الناس حق بصحبتي أو صحابتي قال أمك ثم أمك ثم أمك قال ثم أبك فدل على أن الأم حقوق كثيرة بسبب ماذا؟ بسبب أنها قد ترتب على حمله ووضعه وتربيته وإرضاعه بخلاف ما الجهد الذي بذل الأب في ذلك فلذلك وصى به أحاء بحق الأم أولا أما قوله وهنا على وهن الوهن هو الضعف والتعب أنت تصور أخ مؤيد ما هو التعب الذي وجدته أمه منذ أن كان هذا الإنسان نطفه في رحمها لا شك أنه كبير كبير في حمله ثقله تعبها أيضا حاجتها إلى الغذاء ويتغذى عليها هي تغذى أو لم تتغذى نعم ثم وضعه ووضعه لوحده أمر صعب وعظيم ووهن عظيم ثم أيضا إرضاعه وتربيته أمر لمدة كم هذا طويلة تشعى تأشر في بطنها ثم تربيته لسنوات أحسن الله إليكم فضلت الشيخ من الأسئلة كذلك لماذا خص الفصال عندما قالوا فصاله في عامين لماذا خصه بعامين ما الحكمة في ذلك هو ما هو الفصال الفصال مقصود به انقطاع الإبن عن الحاجة لرضاء أمي وخص به العامين لأن هذا الحق للإبن حسب احتياجه يعني الحاجة الأقصى ما يحتاج الإبن في الرضاعة لجوما سنتان لكن قد يستغني الإبن قبل السنتين لهذا قال الله والوالدات يرضأن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة فهذا تمام الرضاعة و هذا يدوء أن يؤكد أمية اتمام الرضاعة للطفل و أنه حقه من حقوقه و أن هذا من تمامي أيضا حق الواجب من الوالدين للأم أو للإبن نعم كذلك عندما نقرأ هذه القصة نجد أن لقمان هو الذي يوصي ابنه نعم فلماذا مع أنه أبوه و أكد عليه في حق الأم نعم إذا قلنا أن هذه الوصية من الأب من لقمان فهذا يؤكد أن الأب الأب الحكيم الأب الحكيم يعرف قدر زوجته في تعبها و يعينها على ذلك و يعين أبنائها على برها و يوصيهم يعني لا يستأثر بنفسه و يرى حقه في البر و ينسي الأم بل إنه ينبغي الأب الحكيم يعرف قدر هذه الأم التي قد تعبت و بذلت و شقت بل إنه يراها بعينه الطفل قد لا يدرك ذلك فوصيته هنا آكد و أولى نعم كذلك في قوله تعالى أن شكر لي و لوالديك إلي المصير لماذا لم يقل و شكرني و شكر والديك و ما هو الشكر لله و ما هو الشكر للوالدين الشكر لله أولا على أن خلقك و جعلك من أبوين يربيانك و شكر الوالدين على ما بذله منذ نشأتك لكن التعبير بقوله اشكر لي و لوالديك و لم يقل اشكرني أن المقصود به شكر العمل و لهذا قال بعض السلف أن شكر أن من صلى الصلاة الخمس فقد شكر لله و من دعا لوالديه فقد شكر والديه لذلك من أحق ما ينبغي العمل الوالدين في خدمتهم و الإحسان إليهم و تقديم كل ما يحتاجانه أما والله شكر قال لله لسان ما يكفي إذا لم يعني يتبعه بالعمل نعم اعملوا آل جاودة شكرا في قوله تعالى أن شكر لي و لوالديك جاءت بعدها و إن جاهداك على أن تشرك بي مع أننا نعرف أن الشرك هو أعظم الظلم كما عرفنا في الحلقات السابقة بعدما ذكر و إن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم لم يقل عقهما إنهاهما إنما قال فلا تطعهما ما سبب يعني العجيب يا أخي الكريم و هذا يدل على أن الوصية من الله و ليست من لقمان أن الله عز وجل يوصي الإبن بوالديه و إن كان مشركي يعني هذا يستدئي حقيقة التساؤل يعني أشرك بالله و الله يوصي بحقهما ما عظم ربنا عز وجل هذه فيها دلالة على عظم حق الوالدين يعني عظم حق الوالدين و عظم حلم الله عز وجل ثم أيضا لم يقل فعقهما قال فلا تطعهما فيما يدعونك به من الشرك فقط أي أن صلته تبقى به ما متصر سبحان الله لكن أن تطعهما في أمر الشرك لا و لهذا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ففصل بين دعوتهما بالشرك و بين حقهما اللازم الثابت لماذا عبر بقوله ما ليس لك به علم و لم يقل مع أن نعرف أنه هذا هو الشرك الشرك روس نعم يعني ما ليس لك به علم يعني ليس هناك دليل مستند عليه يعني ليس بواحي ليس عليه و ليس عليه كتاب ولا سنة نعم ختم هذه الآية بقوله واتبع سبيل من أناب إليه ما هو هذا السبيل؟ الحقيقة سبحان الله قوله واتبع سبيل من أناب إليه كأن الولد إذا كان بين وبوين مشركين يعيش أزمة نفسية فكيف يؤدي حق الله؟ فأرشده الله تعالى إلى أن يعوض هذا الجانب وهو جانب التربية الإيمانية من الوالدين وإصلاح إلى أن يأمره باتبع سبيل من أناب إليه جميل لتكن صلة بهما برّا لكن في الاتباع في الصلاح اتبع سبيل من أناب إليه من المؤمنين والصالحين جميل نعم كذلك في قوله بعدما قال وصاحبه ما في الدنيا معروفة نعم ماذا قص الدنيا هنا بالذكر؟ ماذا لألة خصوصية؟ يعني أولا اشتقلين من شأنها في أمور الدنيا فأعطيهم حقهما لأنها قصيرة والله عز وجل لا يأبى بها نعم وقال معروفا أن المعروف الشرعي والمعروف في الأدب يعني في قضية الأدب والمعروف عند الناس أن يكون إنسان بغربي والديه مهما كان الأمر فالله عز وجل جعل الأمر في مقدار المعروف شرعا وواقعا أحسن الله إليكم كذلك عندما قال ثم إلي مرجعكم فأنبئكم يعني ماذا يعني ذكر بالآخرة بعد هذه تذكر الولد بأن وإن كان يعيش مع والدي مشركين فليصبر فإن جزاءه عند الله عز وجل جميل أحسن الله إليكم فضلة الشيخ ممكن تعطينا رسالة قصيرة في لقاط حول هذه الآيات وما تحتويها أعظم رسالة أنا أخذها من هذه الآية أن الله عز وجل حفظ للوالدين حقهما حتى في حال شركهما فكيف لا نبين نحن في حق الوالدين وتعظيمه وذلك هذا يدل على أهمية هذا الحق وتعظيمه وأن من عظمه فقد عظم ما عظم الله ومن أهمله فقد صغر ما عظم الله فنسأل الله جعلنا من المعظمين الحق الوالدين أحسن الله إليكم فضلة الشيخ أحبة المشاهدين بهذه الرسالة نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة نذكركم بوجود رابط للمسابقة دمتم بود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين